على فكرة تأجيل هذا الشيء صعب جداً عشان كده بنقول بلاش تتفنوا ألمكم بلاش تتفنوا أحزانكم اعلنوا عنها ودوها فرصة ودوا لنفسكم كمان فرصة أنكم تتحرروا وهذا الكتاب عن التحرر وكله تمارينات وتقنيات عن التحرر من بعض أنواع الألم ادوا لنفسكم فرصة أنكم تشفوا من الألام النفسية اللي بتمروا بيها حيثوا بيها مروا بيها عدوها عشان تشفوا منها بشكل مزبوط صح جداً الكتاب بقى نتكلم شوية عن الكتاب السمتيل كان فاصل إيه اللي كنت مهتمة أنك توصلي للقارق وتخلي القارق بتاع حضرتك يستفيد منه من خلال كتابك إيه اللي كنت عايزة أوصله هو اللي جاء في الساب تايتل اللي هو نعمة الألم رحلتك للتعافي من ألام ضننتها لن تشفى أبداً ده اللي أنا أول حاجة كنت عايزة أوصى وهي رحلة التعافي دي مرحلة مهمة جداً